خلال الفترة الماضية هرعت حاملة الطائرات شاندون إلى المجال الجوي في شرق جزيرة تايوان لإجراء التدريب القتالي في المياه البعيدة والذي استمر لمدة شهر تقريبا ومن ثم عادت إلى مينائها الأصلي مؤخرا خلال هذا التدريب أبحرت حاملة الطائرات شاندون إلى المياه غرب المحيط الهادئ لأول مرة بشكل نظامي وعلى نطاق واسع وشاركت في الدورية القتالية حول جزيرة تايوان وتدريبات السيف الحاد هذا وأجرت في الوقت نفسه الواجبات القتالية والتمارين الموضوعية والتدريبات على الطيران كما أجرت تدريبات مشتركة مع قوات الصواريخ ووحدات الطيران ومجموعات قتالية سطحية أخرى خارج سلسلة الجزر